السلام عليكم ورحمة الله الزهور في اللون طبعا عودة تبون إلى الجزائر كانت مبرمجة باش يديروا التغيير الحكومي ويعلنوا على حل البرلمان ومجلس الأمة يصوفوا يلا داروا في حالهم في دقيقة الأخرى ولكن تغيير الحكومي فيها وعلاش؟ لأنه دابور رئيس اللي قبل ما يغادر البلادة راح يرجع يعالج يطيح بالحكومة اللي هي دياله حكومة دياله ما يتبالح حزب وهو ما تبالح حزب هادو سيدي باتاخ سمحوا لي العبارة هادو سيدي باتاخ ما عندهم لا حزب لوانو تبون ترشح كون نرشح كون نرشح تبون كون حزب هو رشح روحه ياكي يا وعدي ما ديش في باله رشحوا العسكر نرشح ما نقوله صار تشغل هادو ولدوه ما يعرفوشكم بابه وش قديمه هذا ما كان هو ضحية لان هذا كان يتولد مجهول الهوية مجهول الابوين راهو ضحية تبون ضحية تبون ضحية ولكن احنا نحب الضحية لما يعترفوه ويطلب المساعدة من الناس والناس تعطف عليه لنعيب باش تدينتا ضحية تزيد عليها تزيدها على أهمها أما لما الضحية يحب يلعبها ويحب يزيد يدير على الناس ويزيد عليهم ناقع الحبس نفس الشيء يتبون الحكومة هي نفس الشيء مهتبة حتى حزب وذلك البرلمان الذين يصادقوا على كل ما يجيبون لهم يصادقوا عليه يصادقوا عليه يصادقوا على البرلمان لو كان يشامتوا لم يشغلوا لهم لأنهم يعملوا لهم فتحزنوا لهم ويسرعوا لهم ويسرعوا لهم ويسرعوا لهم شرعوا لهم ويسرعوا لهم ويسرعوا لهم هذا حسب المصادر المطلعة يبعدوا كل وزارة بوتفريقة جميع من يخدم يبعدوا إلا البعض لا يعرف واحد جوج اللي عندهم خيوط من الفوق ولكن ذكروا الخيوط وعلى شراحت لأنه اللي خيرهم المخابرات في الوقت بوعزة في الحبش والذي يراه في الحبش والذي يراه في داره ويستنى الحبش كما انشغلوا مع ذلك هذا لا يمكن ينحيها ويستنى تنحية جمعة بوتفريقة لك هذه الجزيرة الجديدة لا يوجدها جمعة بوتفريقة العسابة بوتفريقة هم هذه اليهلة ولكن لا تنسوا بريلي الذي يراه رئيس جمهورية نظور على كل حال كان 17 سنة وزير عن بوتفريقة وكان مام ثلاثة شهور وزير أول عن بوتفريقة و بوتفريقة اعطاله وسام أثير هات لا اخترقش وسام الاستحقاق هذا ما يده غير هو ما داره له هو كان يرشيف الناس ويضيف الرشوة من عند الناس الناس يرشيف فيه يرشيف الصحفيين كثير من صحفيين كثير من صحفيين كثير من السقنان واليوم قاعد يستفاد منهم ويرضوا له في الصرف تببون يتنحها من الحكم ثلاثة سنين كثير من الصحفي كان يذهب للشورق سوال الجريدة لتليفزيون ويضل القاعد وكان مقبع في الشورق لماذا يعني باركم شبهة نعطيها الناس مقبع نهار كان في الشورق يتفرج ويحكي ونهار اللي يترشح بقى يدور ليه وهو يحلف في أنيسا رحماني قالوا من الله نديره في الحبس هذا ما زال ما وصلت للرئاسة حلف قالوا نديره في الحبس كله يحب يغلقه كل الطريق وحلف في زغماتي ولكن زغماتي مقدرش عليه عنده خيطه من فوق شدينه ذلك يرموه في تحويل تغيير الحكومية يرمو زغماتي مصحو بيس يسير بيليا رشاد أرمي لقردوه سكرهم ما هم سنفهمين على بزاف أمور لأن زغماتي هو اليوم يعتبر الورقة اللي يجب يلعبوها باش زعمه يكسبوا الحراق يكسبوا الشعب يكسبوا الشارع هذا هو تبون باش ينحي صحابه عند ابو تفريقا ماشي هو اللي ينحي لأنه ذلك خرجوا دعايا كرام المستشارين ومشاو دعايا بل يرام يجمعوا في السيفي باش يقدموهم للرائز يعني تلي هما يعينوا في الغزارة شوف على من يتضحكوا هادو هادو أغبياء يحسبوا الناس أغبياء كيف هم يصدقوهم يعني تجمعوا في السيفي وتسروا بهذا وهذا والناس تشيت لهم الناس كانوا ما كانوا له كانوا ما كانوا له الناس اللي يعنوا يسيب روحهم مستشار ما سمعت ويقعد يلعبها باللي وراه قادر يعين ووزراء وعنده نفوذ وما كان المستشارين بتاع تبون بللي نسملاح بللي ماشي نسملاح وكان الناس اللي يعرفهم ونحترمهم ويحترمون يحتوهم مثلا نذكر اسماءهم باش ما مساكن نذكر اسماءهم يعني يرا فيها ما نذكر اسماءهم مساكن ما عندهم حتى النفوذ على بريبيا وما عندهم حتى السلطة وما كانت بللي هما اللي يعنوا يجمع وليسي فيه باش يهموا الناس بللي رهم هما بللي يتبون هو لعين الوزارة بلعروالو يوليدين تبوني بأتروني السلا دانيار منيج لا يقدرش ما يعترض على اسم ما يقدرش يعترض على اسم دابعو ما يعرفش كونيبانو برسونل بوليتيك تبون ما عنده حتى علاقة بالشؤون يعني السياسية تنوي خرج من لنا خدمش في دائرة خدم والي بعد عام مينيسر مع كابيني نوار وعندما يذهب للأدرار بدأ فيها الارض بدأ يفلح بدأ يفلح في الاخره يأتي بودفليقة لأدرار لكي يزور الزاوية يعرضوا عنده الضارة يصروب دامنا بودفليقة واحد ما كان يدور به وعندما يزور الزاوية يصروب يحبون غير جاء بودفليقة ويأتي بودفليقة ويأتي بودفليقة ويأتي بودفليقة ويأتي بودفليقة هذا ما سكت لا يعرفني من في العسكر كان يستغل فيه اسمه قايد صالح ويأتي بودفليقة كبيرة ولكن لماذا مورط كم هو مخدم عند العسكر و игры تستيعلموا ويحبون كمرذية يبقى أن نحكم عليهم المال وكل ما artillery يcht thatísعدي ان نحكموا في القضايا laws الأبد يحتجوا سيطرة إلى pigs ما كانش وزير اللي يوصل بالنظال ديالو ما كانش ما كانش وزير سياسي مناظل ضرب دار دخل حابسه ما كانش والوريان غير الشيات الخوه غير اللي متورد فيه قضايا ركتفوه حكموه الاخر مرت وحاوزات ويضارب مكلاب من نعلة جان المرأة وهذه بعد نحاوه واحد عنده فساد مالي كل واحد وشلاء كامل يتورطي في الفساد واحد ما عنده ديبلون تاعه ما هو طبيب وحتى روحه بلي راهه طبيب وفي نفس الوقت راهه انفروماتيسيا وفي نفس الوقت المهم شوف غير اللي للرغبة هذو ما يجيبهم العسكر ما يجيب ليكش واحد تعالوا كان يحجف معا قلوه يا تربح يرمي القوارتو قلوه تربح ايا ما عندك ما شد فيها هذي ما كانش دونك الحكومة جديدة ما تخلعناش وما نصدقوهاش وما نقدرش نقولوا بلي هذي راح تبني جزائر جديدة راح تكون حكومة فساد لانو يجيبوها فسدين شوفوا الجيش هدايا اللي هو جيش وطني شعبي اللي خارج من الصد الشعب الجزائري دات على راسه قيادة فسدة ويزمنا نميزه ما بين الجيش والقيادة الفسدة اللي يرام في الحراش ويرام في حبس البليدة شوفوا الجيش والقيادة في الحبس البليدة وشوفوا الجيش والقيادة في الحبس البليدة بتهمت الفساد خلينا من المظلمين لكن اغلبية تهمت الفساد لان الفساد صار سبور ناشنال رياضي ماشرع كامل ضباط السامون شوفوا الجيش والقيادة في الحبس البليدة في الحبس البليدة بتهمت الفساد نا نسير ضاير عايشين كيف الشعب عايشين نفس الميزيرية كي الشعب ماشي بس كي دي شهاريات عبيش ويادة زوج دروزيادة قل ليك راهوا نا 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 العسكري الجزائري راهوا ابن الشعب وعايش كي الشعبي لا يجب أن نخلطه ما بين الجيش الوطني الشعبي والقيادة المجرمة الفاسدة على رأسها قائد الأركان ووزير الدفاع ندو شنقريحة وتبونت وبالأدلة شنقريحة يجيب لك نظام ويخرج توفيق لا تسلم لهم حتى خير ربي يقدر خير على نقل بلدنا وربي يعجب برحيل من هذه العصابة المجرمة السلام عليكم ورحمة الله